اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على حسب نسبة الرطوبة على حسب نسبة الدهن على حسب عامل التسوية دي كان في البداية خالص في اول الوحدة التانية اللي هي عبارة عن تكنولوجيا الجبن من ضمن انواع الجبن الجبن الجافة اللي كانت فيها تتراوح نسبة الدهن خليه نسبة الرطوبة اعلى من 25% قد تصل الى 35% اللي هي نسبة الرطوبة في عندي جبن جاف جدا اللي هي اقل من 25% رطوبة اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقة بتاعتنا هي عبارة عن الخطوات العامة ولازم اكون عارفهم فهمهم حفظهم بالترتيب طب علشان ابدأ اشرح الخطوات العامة هما كم خطوة 12 خطوة ما تنخضش لا ده هما 12 خطوة صحيح بس حاجة بسيطة خالق وانت لو خدت بالك معايا انا هقسمهم لك على جزئين هابدأ الاول اذكر لك كل الخطوات اللي 12 خطوة وربع هتخلي بالك من حركة ايديا اثناء عملية الشرح هتلاقي نفسك حافظ كل الخطوات طب نبدأ الاول الخطوات العامة لصناعة الجبن الجاف الجبن الجافة اديني مثال عندك الجبن التشدر الجبن الراس فيه جبن نصف جافة يطبق ايضا عليها نفس الخطوات ما عدد خلي بالك الخطوات اللي هذكرها اول تاني الخطوات العامة لصناعة الجبن الجاف كم خطوة 12 خطوة طيب الخطوات العامة دي بتشمل كم نوع خلي بالك بتشمل الجبن التشدر ده يطبق عليه 12 خطوة اما الجبن الراس يطبق عليه 10 خطوات فقط لا غير طب ايه الخطوتين اللي انا شلتهم من ال 12 وانا بصنع الجبن الراس وانا بصنع الجبن الراس ايه الخطوتين اللي هيتشالوا خطوة اسمها خطوة الفرم والطحن خطوة اسمها خطوة الشدرانة تب نبدأ في الخطوات العامة لصناعة الجبن الجاف علشان تصنع اي جبنة حيلزمك اول خطوة هي عبارة عن استيلام اللبن وتعديل التركيب ناخد الخطوة الاولانية اسمها ايه استيلام اللبن وتعديل التركيب كمان مرة كده استيلام اللبن وتعديل ايه تركيبه طب يا طرى وانا بعضل تركيب اللبن من اللي هيتعدل وباعدل ليه وازاي انا بعمل عملية التعديل ايه بنا اتكلم عنها دولة اول خطوة رقم ايه واحد اسمها تعديل تركيب اللبن الداخل في صناعة الجبل دي اسمها رقم واحد في الخطوات العامة لصناعة الجبل تعديل تركيب اللبن لصناعة الجبل طب الخطوة رقم اتنين اسمها تسوية اللبن طب رقم تلاتة اضافة الملون هارجع لرقم واحد تاني وابدأ او انت حضراتكم تبدأوا تركيزوا معايا واسمعني كويس عشان اعدل تركيب اللبن اتفانى مع بعض من اللي هعمله عملية تعديل وهاعدله ليه واعدل ازاي المكونات اللي بيتم لها تعديل داخل اللبن اتنين من المكونات الكازين الى الدهن او البروتين الى الدهن ازاي خلي بالك يعني لازم اعدل تركيب الكازين الى الدهن بحيش يكون متقارب طرق التعديل هناخدها دلوقت يبا انا هعرف دلوقت حاليا مين اللي بيعدله الكازين الى الدهن لان اثناء عملية التجبن بيحدث او بتتكون الشبكة البروتينية اللي هي بتجمع كل مكونات اللبن وتديني الخسرة يبقى من المكونات اللي انا بدور عليها البروتين رقم واحد رقم اتنين من الدهن نعكسها تاني رقم واحد الدهن رقم اتنين البروتين طب وانت قلت دي مرة ودي مرة دي الاول علشان ما فيش فرق بينهم الاتنين لان دول يعتبروا اهم المكونات الداخلة في صناعة الجبل البروتين هو اللي بيديني اللي هو ابني من ابناء اسمه الكازين الكازين هو اللي بيديني الخسرة هو اللي بيديني الجبنة تب الدهن هو اللي بيزود التصافي هو اللي بيخلي الجبنة فيها نعومة وتراوة خلي بالك طب نتكلم تاني اول مكون او مين اللي بعدله هو عبارة عن الكازين الى الدهن بعدله ليه ما هو الغرب من اجراء عملية التعديل خلي بالك للحصول على جبن مطابقة للمواصفات القياسية يب بعرفت من اللي بيعدله حضرات دلوقتي الكازين الى الدهن بعدله للحصول على جبن مطابقة للمواصفات القياسية ومنع فقد الدهن تب اعدل ازاي ازاي انا بعمل عملية التعديل هتشوف اللبن عندك لو الدهن نسبته منخفضة داخل اللبن وانا عايز اعدله يعني لو الكازين اعلى والدهن اقل تعمل ايه تضيف دهن باول طرية من طور التعديل اضافة دهن او قشطة طب الطرية التانية لو خلي بالك الدهن اعلى من الكازين وانا عايز اعمل عملية التعديل اعدل ازاي نزع دهن عن طريق فرز اللبن يعني تفرز اللبن يعني تطلع منه جزء من الدهن لان انت لو ما طلعتوش هيفقد منك اثناء عملية التصنيع بركز معايا تاني من اللي بعمله عملية التعديل في اول خطوة كلامك مزبوط الكازين الى الدهن باعدل خلي بالك تاني للحصول على جبن مطابقة للمواصفات القياسية ومنع فقد الدهن او الاحتفاظ بالدهن تب خلي بالك باعدل ازاي اضافة دهن اللي هو القشطة او نزع دهن امت اضافة دهن عند انخفاض نسبة الدهن داخل اللبن المستخدم في صناعة الجبن الجاف سواء كانت شدر او راس طب امت نزع دهن في الخطوة التانية او الطريقة التانية للتعديل عند ارتفاع نسبة الدهن عن الكازين طب انا ممكن اقدر اعمل عملية تعديل بدون نزع دهن اه ممكن انت هتن مش هتنزع دهن يبقى هتضيف لبن فرز يبقى الطريقة التالتة من طرق التعديل اضافة لبن فرز الى اللبن يعني لبن منزوع الدهن طالما هو لبن منزوع الدسم او الدهن ضفته على اللبن الكامل يبدأ ياخد جزء من الدهن العالي يبقى انا مش هافق الدهن اثناء عملية التصنيع يبقى طرق التعديل اصبحت عندي كم طريقة تلاتة نزع دهن او اضافة دهن او اضافة لبن فرز بس الفيصل هنا اكون عارف امتى هضيف دهن عند انخفاض نسبته داخل اللبن امتى هانزع دهن عند ارتفاع نسبته داخل اللبن امتى هضيف لبن فرز عند ارتفاع نسبة الدهن داخل اللبن يبقى انا اتكلمت عن اول خطوة من خطوات العامة لصناعة الجبن الجاف اديني مثال التشدر الراس اول خطوة عندي تعديل تركيب اللبن الداخل في صناعة الجبن عرفت مين اللي بعدله وبعدله وطرق التعديل ازاي تلات جزئيات مطلوبين من حضراتكم فاول خطوة رقم واحد اللي هي عبارة عن تعديل تركيب اللبن الداخل في صناعة الجبن كده انتهينا من خطوة رقم كام واحد في الخطوات العامة المستخدمة عند صناعة الجبن الجافة الخطوة رقم اتنين اسمها تسوية اللبن وساعة ما يذكر كلمة تسوية اللبن اعرف ان عندي سلاسة انواع من التسوية ممكن يسألني فيه يعني ايه تسوية اللبن يعني ايه تسوية خسرة يعني ايه تسوية جبنة ناخدوها من البداية تسوية اللبن يعني بترفع نسبة الحمودة عن طريق اضافة البادئ البادئ ده اللي هو كان الخامة رقم اتنين في الخامات الداخلة في صناعة الجبن اللي اتشرحت قبل كده وخدنا منه بادئ اساسي وبادئ سانوي وعرفنا اثناءها اثناء الشرح ان انا بضيف البادئ ليه عشان ارفع الحمودة عشان اسرع من عملية التسوية خلي بالك عشان اسرع من عملية التجبر ده كان الغرض من اضافة البادئ اذا تسوية اللبن يعني اضافة بادئ تب تسوية الخسرة تسوية الخسرة بتتم ازاي عن طريق اجراء عملية الصمت والتقليب وهناعرفها دلوقتي حدا ان شاء الله تب تسوية الخسرة عرفناها بتتم بالشدرانة خلي بالك او الصمت والتقليب على حسب نوع الجبن ما التسوية الجبن هي عبر عن ايه تحويل الجبن منصورة غير صالحة للاستهلاك يعني من حت الجبن بتزايك تحت سناني لسه جبن اخضر خلي بالك الى جبن صالحة للاستهلاك الادم انا خلال بتدفوا بقول يبقى عندي كم نوع من انواع التسوية انا ذكرتها لحضراتكم لان الخطوة التانية عندي اسمها تسوية اللبن فقلت بالمرة نعرف ان انواع التسوية عندي ثلاثة او ممكن نذكره لي ثلاثة انواع من التسوية في تسوية لبن في تسوية خسرة في تسوية جبنة نرجع للخطوة الاساسية بتاعتنا اللي رقم اتنين بعد الخطوة رقم واحد اللي كانت اسمها تعديل تركيب اللبن الداخل في صناعة الجبن رقم اتنين هي عبارة عن تسوية اللبن واتفقنا ان تسوية اللبن تتم باضافة البادئ يعني ممكن اجي في ريح الخطوة رقم اتنين اللي هي تسوية اللبن وبينقصين كده واكتب باضافة البادئ لما اجي عرف البادئ البادئ ده عبارة عن ايه حضرات عبارة عن مزرعة نقية نشطة من الميكروبات المفيدة والمنتخبة الميكروبات اللي موجودة داخل البادئ بتعمل ايه بتحول سكر اللبن الى حمض لاكتيك بالتالي بترفع الحموضة داخل اللبن ولما الحموضة تنتفع داخل اللبن ابنا كده عملت عملت ايه تسوية اللبن تسوية الايه اللبن بابا اتكلم تاني اول خطوة اخدناها في الخطوات العامة لصناعة الجبن الجافة اسمها تعديل تركيب اللبن ها لصناعة الجبن اتنين تسوية اللبن وتتم باضافة البادئ طب رقم تلاتة او تالت خطوة عندي مستخدمة في الخطوات العامة لصناعة الجبن الجاف اضافة الملون اسمه الاناتو هارجع تاني خلي بالك ان احنا كل الخطوات دي احنا واخدين الخامات الاساسية بتاعتها واخدينها كخامات داخلها في صناعة الجبن طب هارجع للملون اللي هو الاناتو مرة تانية لما اجي اعرفه هو عبارة عن ايه صبغة تستخرج من جزور بعض النباتات الصحراوية ومزابق في وسط قالوي خلي بالك ان الملونات نوعين ملون الخطرة ويسمى الاناتو اللي انا بأضيفه على اللبق عشان يلون الجبنة النوع التاني اسمه ملون اسطح اقراص الجبن اديني مثال ليه مثل الانيلين الاحمر واحمر برلين دون عين من انواع ملونات اسطح اقراص الجبن انا كده رجعت لك تاني بالشرح انا بتكلم عن الخطوة رقم كاب تلاتة اسمها اضافة الملون اسمه الاناتو طب مش هتكلم عن الاناتو وافسر عنه شوي اه هنفسر عنه شوي وانه عبارة تعريفه عبارة عن ايه صبغة تستخرج من جزور بعض النباتات الصحراوية ومزف ووسط قلوي حتى كنا واغدله كمان شروط الملون الجيد من ضمن الشروط ان يكون ثابت على مدار العام ما لايش الملون يسيل على جدار الجبنة لما انا اضيفه وعمل عملية تصنيع وانتهي من عملية تصنيع وانا بسول جبنة الاقي لايه الملون سابت سابت على مدار العام يعني ما بيسيفش الجبنة خالص ده من ضمن شروطه كمان من ضمن شروط الملونات الجيدة هللي بقى لك ان لا يغير من طعم ورائحة الجبن يعني ما يغيرش من خواصها او من صفاتها ان يكون خالي من المواد الضارة خير كده كمان اقل كمية من الملون تحدث الهدف المرجو ان يتغير من ايه من شكل الجبنة هو انت بتضيف الملون ليه ايه الغرض من اضافة الملون ترغيب المستهلك طب انا ممكن اثناء عملية التصنيع انا بتكلمش حاليا بلوقتي المعلومة اللي هتطلع ديه مش خاصة بالخطوات الاساسية لا ده خاصة بك انت لو انت بتصنع داخل المعمل ممكن ان انا بضيفش ملون ايه ومن حقيقة اضيف ما اضيفش ملون عادي برحتك خالص لكن ان انا بذكره حاليا هي الخطوات الاساسية المتبعة لصناعة الجبن الجافة اديني مثال التشدر والرص خدنا اول خطوة تعديل تركيب اللبن الداخل في صناعة الجبن اتنين تسوية اللبن باضافة البادئ تلاتة اضافة الملون لو اسمه الاناتو انا بايجي عند كل خطوة وابدأ اديلك المطلوب فيها او الجزئية اللي المفروض انت تتكلم عنها فيها طب نوص كده نشوف ايه الخطوة رقم اربعة الخطوة الرابعة انا عملت عملية تعديل التركيب انا ضفت خلي بالك البادئ يعني سويت اللبن انا ضفت الملون خلي بالك الخطوة رقم اربعة هي عبارة عن التنفيح او اضافة المنفحة خلي بالك ان درجة الحرارة المناسبة لاضافة المنفحة في الجبن الجافة تختلف عن الجبن الطري هفكرك بالجبن الطري كده كان افضل درجة حرارة تضاف عليها المنفحة عند صناعة الجبن الطري من كام لكام ايو انت فاكر من الحسن الفاتر خلي بالك من 38 او ثلاثين الى اتنين واربعين ذكرنا ان الدرجة الحرارة المسلع لاضافة المنفحة عند صناعة الجبن الطري اربعين درجة مقاوة المال هنا انا هاضيف منفحة وانا بصنع الجبن الجافة على اي درجة حرارة اللي تختلف درجة الحرارة على حسب نوع الجبن يعني هديك مثال عند صناعة الجبن الطشدر تضاف المنفحة على درجة حرارة 30 عند صناعة الجبن الرأس ممكن اضيف المنفحة على درجة حرارة 32 عند صناعة الجبن المزرلة خلي بالك اللي هي الجبن الخاصة بصناعة البتزة تضاف المنفحة على درجة حرارة 33 اذا اختلفت هنا درجة الحرارة التي يضاف عليها او تضاف عليها المنفحة طب حد هيرجح تاني وقول لي اش مانا يا استاذ هنا احنا ضفنا المنفحة في الجبن الطري على اربعين وضفناها في الجبن الجفة على تلاتين او واحد وتلاتين او اتنين وتلاتين او تلاتة وتلاتين ايه السبب حد يفكر كده تفكر معي كمان شوية السبب بص على الخطوة اللي قابليها اللي قنت قبل اضافة الملون اللي هي تسوية اللبن باضافة البادئ اذا انا رفحت الحموضة طالما انا رفحت الحموضة والحموضة اساسي في عملية التجبؤ ما انا ممكن اجبن اللبن باضافة البادئ فقط كما في الجبن الطري مبدون اضافة منفحة بل ده انت هتستخدم هنا في الجبن الجفة نوعين من التجبؤ تجبؤ انزيمي وحمضي حمضي باضافة البادئ انزيمي باضافة المنفحة اذا التنفيح عند صناعة الجبن الجافة خلي بالك يحدث التجبؤ وتختلف درجة الحرارة على حسب نوع الجبن فمنها ما يضاف المنفحة على درجة حرارة تلاتين درجة مقاوي عند صناعة الجبنة الشدر وواحد وثلاثين او اتنين وثلاثين عند الراس واحد وثلاثين الجودة اتنين وثلاثين في المزرلة كمان هي كمان على تلاتة وثلاثين درجة مقاوية عند اضافة المنفحة يحدث التجبن اضيف منفحة هيحدث التجبن طب يا ترى زمن التجبن في الجبن الجافة زي الجبن الطرية لا في الجبن الطرية بيكون من اتنين لتلات ساعات طويل لكن في الجبن الجافة بيكون يا ترى مدة طويلة ولا وسيارة لا وسيارة قد تصل الى تلاتين دقيقة او خمسة واربعين دقيقة طب ايه السبب لو رأيت لك علل انخفاض زمن التجبن في الجبن الجاف عن الجبن الطري طب صيغة تانية علل طول مدة التجبن عند صناعة الجبن الطري وقصروها عند صناعة الجبن الجاف ايه السبب او السر في الموضوع ترجع معايا تاني وراء خلي بالا في الجبن الطرية سواء كانت دميات او فيتا او دبلو كريم بتضيف بادئ لا لكن في الجبن الجافة بتضيف ايه بادئ طب البادئ بيعمل ايه بيؤد الى رفع حمودة اللبأ وبالتالي الاصراع من التجبن الاصراع من الايه من التجبن يبقى ايجابة علل اللي انا ذكرتها من شوية علل قصر مدة التجبن في الجبن الجاف عن الطري بسبب اضافة البادئ عند عملية التصنيع في الخطوة اللي اسمها تسوية اللبن باضافة البادئ فيؤد الى رفع الحمودة والاصراع من التجبن تمام كده انا كده استخدمت كم نعمل تجبن اتنين طب فيه عمل تاني اساسي في اطالة مدة التجبن في الجبن الطري عن الجبن الجاف طب فكر شوية كده انا هنا في الجبن الجافة ضفت ملح ولا لسه لسه ما ضفتش ملح لكن في الجبن الطري بقى ملح وبعد كده اضيف ايه المنفحة اذا الملح عامل مؤجل او مؤخر لعملية التجبن يبقى مين الاسباب اللي ادت الى طول مدة التجبن في الطري وقصروها في الجبن الجاف ان في الجبن الجافة باضيف بادئ ومباضيفش ملح في الجبن الطري لا يضف بادئ ويضف ايه ملح اذا بالتالي زمن التجبن في الجبن الجاف يختلف عنا الجبن لايه الطري في الجبن الجافة ايضا يختلف فيها في النوع الواحد يختلف في اكتر من صف مش كلها جبن جافة بس زمن التجبن خلي بالك او حرارة التجبن certo في الجبن الشدر تفعلا هي كام خلي بالك حرارة التجبن 30 حتى زمن التجبن نفسه ممكن يختلف طب ده عايزين نوضحه هنوضحه ازاي ان شاء الله اخر ما اخلص او انتهي من كل الجبن الجفة هعمل لك مقارنة مكتوبة ما بين الجبن الراس والتشدر والجودة وهطلع لك المزرلة ان شاء الكريم دي لوحدها هعمل لك برضو تاني مقارنة ما بين خطوات صناعة الجبن الدمياطي والدبل كريم والجريش نوع اللبن المستخدم درجة الحرارة زمن التجبن التصافي يعني طلعت الوزن قديه اذا كده ارجع لشرح بتاعتين كده انا شرحت كم خطوة من خطوات العامة لصناعة الجبن الجفة قلت رقم واحد تعديل تركيب اللبن لصناعة الجبن رقم اتنين تسوية اللبن باضافة البادئ رقم تلاتة اضافة الملون اللي هو اسمه الاناتو رقم اربعة التنفيح ونتكلمنا في التنفيح وانا لما اضيف المنفحة هيحدث تجبن ذكرت انا قبل كده وهفكرك بيها علامات بداية التجبن وعلامات نهاية التجبن لازم اكون عارفها كويس حتى في الحالة اللي انا ذكرت فيها علامات البداية وعلامات النهاية قلت لك هنستخدم علامات البداية سواء او النهاية سواء في الجبن الطري او في الجبن الجاف اذكر حضراتكم بها تاني كلي بالك علامات البداية سقل حركة اللبن ويسمى لبن الكسلان او تكون ظاهرة الجل رقم اتنين عند وضع نقطة من الماء على سطح اللبن لا تزول رقم ثلاثة عند تكون رغاوي او فقاقيع لا تزول دي كان اسمها علامات البداية اما علامات النهاية عند وضع راحة اليد على سطح اللبن تخرج نظيفة وخالية من اصار اللبن طب رقم اتنين عند الشق بسكين يخرج الشرش رقم ثلاثة في علامات النهاية او التمام عند وضع الاسبع داخل الخسرة يخرج نظيفة رقم اربعة في علامات تمام او نهاية التجبن عند الضغط على الخسرة بجوار جدار الحوض تنفصل دون ترك اسر على مين على الجدار طب التجبن هو عبارة عن ايه تحول اللبن من الصورة السائلة الى الصورة المتماسكة او الهلامية بفعل مين بفعل المنفحة المنفحة داخلها انزيم يسمى انزيم الرنين المسؤول عن عملية التجبن يبا اتكلمت عن كم خطوة عن اربعة حدث التجبن ظهرت علامات تمام التجبن او علامات نهاية التجبن اسيب الحوض زي ما هو والخسرة زي ما هي واللي ابدأ اكمل الخطوات اكمل الخطوات انا اخذت كم خطوة اربعة الخطوة رقم خمسة هي عبارة عن فصل الشرش عن الخسرة علشان افصل الشرش عن الخسرة يتم فصله في كم مرحلة اولا تقطيع الخسرة ثم التقليب ثم الصمت ثم ترسيب الخسرة ثم تصفية الشرش اذا كم مرحلة بتتم عندي لفصل الشرش عن الخسرة في خمس مراحل تعالوا كده بالراحة واحدة واحدة انا بشرح في الخطوة رقم كاب رقم خمسة في الخطوات العامة لصناعة الجبن الجاف اللي كانت اول خطوة عبارة عن تعديل تركيب اللبن الداخل في صناعة الجبن رقم اتنين تسوية اللبن باضافة الباد رقم ثلاثة اضافة الملون اللي هو الاناتو رقم اربعة تنفيح رقم خمسة فصل الشرش اللي هاشرح فيها حاليا هي عبارة عن فصل الشرش يتم فصل الشرش في كم مرحلة خمس مراحل اول مرحلة عندي هي عبارة عن التقطيع ركز فيها كويس لو جدوا التلاف قل ما تعرفه عن التقطيع يتم التقطيع باستخدام انا بصنع عجبا جافة السكاكين الامريكية الطولية والعرضية ما احنا شفناها واحنا بنعمل عملية التصنيع واحنا متجندين عشان خاطر نصنع الجابان الجافة فاكرين دي كويس اه كنا بنوريكم السكينة الامريكية الطولية والسكينة الامريكية العرضية السكينة الامريكية الطولية خلي بالك معايا تستخدم بطول وعرض الحوط اللي انا هتكلم عنه دلوقت كيفية اجراء عملية التقطيع اللي هي مرحلة من ضمن مراحل فصل الشرش طبعا هعمل عملية التقطيع ازاي باستخدام السكاكين الامريكية الطولية والعرضية باستخدم السكينة الطولية الامريكية الطولية بالطول وعرض الحوط بنزل السكينة على افتراض ان دلوقت عبارة عن السكينة الامريكية لطولية طبعا في عرضة من تحت في عرض السكينة من تحت انتو عارفينها كوي بنزل السكينة بزاوية خمسة واربعين داخل الحوض اوقف سكينة اطلعها للاخر تطلع في اخر الحوض اطلعها برضو بزاوية خمسة واربعين خلي بالك ده يسمى شوط يسمى ايه شوط يبقى عملية التقطيع تتم باستخدام السكاكين الامريكية الطولية والايه والعرضية السكينة الامريكية الطولية تستخدم بطول وعرض الحوض كلها متفاقين مع بعض مع مراعاة نزول السكينة بزاوية خمسة واربعين علل لمنع تهتك الخسرة السكينة الامريكية الطولية بتخرج من الحوض في نهاية كل شوط كمان مرة التقطيع يتم باستخدام السكاكين الامريكية الطولية والعرضية السكينة الامريكية الطولية تستخدم بطول والايه والعرض بتنزل الحوض بزاوية خمسة واربعين بزاوية خمسة واربعين وتخرج من الحوض في نهاية كل شوط لحد كده كويس جبقى عرفت السكينة الامريكية الطولية بتستخدم ازاي كيفية استخدامها ازاي وحضراتكم كله شافها اثناء عملية تصنيع الجبن الجافة سواء الراس او المزرلة او آآ الجودة اي نوع من انواع الجبن الجافة لابد من اجيل عملية التقطيع. طب السكينة الامريكية العرضية تستخدم زي الطولية? لا. تستخدم يا بالطول فقط يا بالعرض فقط. يبدأ ان السكينة الامريكية العرضية تستخدم بالطول فقط او العرض فقط. بنزلها الحوض برضو بزاوية خمسة واربعين. واخدها لحد اخر الحوض اضير السكينة هو يفعل بالحوض زي ما هي. وارجع تاني. وتالت لحد ما انتهي من عملية التقطيع اي مطلع السكينة. معنى كده ان السكينة العرضية تستخدم بالطول فقط او العرض فقط ولا تخرج من الحوض الا في نهاية عملية التقطيع. بنتكلمت عن من دلوقتي حاليا? عن اول مرحلة من مراحل فصل الشرش هي عبارة عن عملية التقطيع. على خاص خلق تاني. التقطيع يتم باستخدام السكينة الامريكية الطولية والسكينة الامريكية العرضية. السكينة الامريكية الطولية تستخدم بطول وعرض الحوض مع مراعاة نزول السكينة بزاوية خمسة واربعين. خلي بالك. لمنع تهاتك الخسرة? وتخرج السكينة الامريكية الطولية من الحوض في نهاية كل شوط. ايه هو الشوط? فسرت لحضراتكم. قلت لك بلدي للسكينة سواء بالطول او بالعرض. ويجي مجفق او خطل الاخر الحوض اطلعها ده اسمه شوط. كل فهمنا كده خلاص? طيب اما السكينة العرضية تستخدم السكينة الامريكية العرضية بالطول فقط او العرض فقط ولا تخرج من الحوض الا في نهاية عملية التقطيع. طيب انت بتعمل عملية التقطيع ليه? عشان تساعد في فصل الشرش اللي هي المية الموجودة داخل اللبن. اللي اصبح خسرة. ما بقاش لبن بقى ايه? بقى خسرة. يبقى الهدف من التقطيع التخلص من مين? من الشرش. والهدف من التقطيع ايضا سهولة الصمت والتقليب. والهدف من التقطيع ايضا اعرف اعمل عملية التمليح. والهدف من التقطيع ايضا بيسهل علي عملية التعباء بعد كده. يبقى اتكلمنا في الخطوة رقم خمسة فصل الشرش. اتكلمنا عن اول مرحلة هي عبارة عن التقطيع. يتم باستخدام السكينة الامريكية الطولية والسكينة الامريكية العرضية. باستخدم الطولية ازاي? بطول وعرض الحوض. بطول او خلي بالك بطول وعرض الحوض. يعني باستخدم بطول والايه والعرض يعني الاتنين مع بعض. مع مراعاة نزول السكينة بزاوية خمسة واربعين الى الحوض لمنع يتهدتك والخسرة. مع مراعاة خروج السكينة من الحوض في نهاية كل شوط. في اخر كل شوط انا بطلع سكينة من الحوض. اما السكينة الامريكية العرضية تستخدم بالطول فقط او العرض فقط. ولا تخرج من الحوض الا في نهاية عملية التقطيع. كده انا عملت عملية او اول مرحلة اللي هي عبارة عن تقطيع الخسرة. طب المرحلة اللي بعديها لفصل الشرش بعمل ايه? بعمل عملية التقليب وصمت. صمت بالسين. صمت. لو صمت الخسرة. طب قبل ما نتكلم في التقليب نعرف الصمت. الصمت عبارة عن ايه? رفع درجة حرارة الخسرة تدريجيا وتختلف درجة الحرارة على حسب نوع الجبال. يا نوع من انواع الجبن له درجة حرارة صمت مناسبة او تتناسب معه. اذا تعريف الصمت عبارة عن ايه كمان مرة? هو رفع درجة حرارة الخسرة تدريجيا ويختلف على حسب نوع الجبال. هو انت بترفع حرارة الخسرة منين? بوضع ماء ساخن. فين? في الجدار المزدوج بتحض التجبر. احط الماء السخنة في الجدار المزدوج. خلي بالك. الماء السخنة تسخن الشرش. الشرش يسخن مين? الخسرة. كل ما ايك ده فاهمني? يبقى بتكلم عن المرحلة التانية من مراحل فصل الشرش وهي عبارة عن الصمت والتقليب. دون مرحلتين. بس لازم يحدث عملية تقليب مع الصمت. وانت بتقلب الخسرة? ويراع ان يكون التقليب بايه? بهدوء. ليه? لمنع تهتك الخسرة. ايه اللي انت بترعيه? قبل التقطيع قبل ايه التقليب مباشرة? ان تترك الخسرة لمدة عشر دقائق بعد التقطيع. يعني مش مجرد ما تعمل عملية التقطيع بالسكين الامريكية الطولية والعرضية تنزل تقليب على طول. لا. لازم تستنى عشر دقائق. ليه? لو انا قلت لك علل. تترك الخسرة بدون تقليب لمدة عشر دقائق بعد عملية التقطيع. ايه السبب او السر? بعد اجراء عملية التقطيع الخسرة اصبحت مكعبات. بتنزف. ممكن تفقد دهن. انا عايز اعمل عملية ايقاف لفقد الدهن. في المكعبات بتاعة الخسرة. ما انا قطعتها مكعبات. قطعتها بس كنها مكعبات الطولية ولا ايه? والعرضية. اسيبها عشر دقائق حتى يتكون غشاء. على مكعب الخسرة بيتكون غشاء. يسمح بفقد الشرش اللي هي المية. ولا يسمح بفقد الدهن. لما قولك علل يجب ترك الخسرة بدون تقليب ولمدة عشر دقائق بعد التقطيع. ممكن يتقلق السؤال بصيقة تانية. علل بعد التقطيع تترك الخسرة بدون تقليب لمدة عشر دقائق. ليه? حتى لا يؤدي الى تهتك الخسرة وحتى نعطي فرصة لتكون غشاء على مكعبات الخسرة. هذا الغشاء يسمح بفقد الشرش ولا يسمح بفقد الدهن. يبقى من الحاجات اللي انت بتراعيها اثناء عملية الصمت والتقليب انك بتصبر عشر دقائق بعد عملية التقطيع ثم تجرى عملية التقليب. ما يراعى عند التقليب ايضا ان يتم التقليب بهدوء. علشان انت ما تغيرش لون الشرش بتاعك. يعني لون الشرش كلما كان رائق دل على كافاتك العالية في عملية التصنيع. تب لو الشرش تم تعكيره بقى لونه مش طبيعي مش رايق. ايه اللي حصل? ابن انت عملت اكتر من حاجة. عملت عملية التقطيع قبل تمام عملية التجبق. خلي بالك. عملت عملية التقليب بشدة. خليبت جامل. هاريت الخسرة منك. اتهرت. خلي بالك. او انت استخدمت لبن مرتفع جدا في نسبة الده. هيخلي لك لون الشرش فيها ايه? تعكير. نعيد تاني. اثناء عملية التقطيع. يجب ان لا تتم عملية التقطيع الا بعد ظهور علامات تمام التجبق. ظهرت عندي علامات تمام ونهاية التجبق. ابدأ اعمل عملية التقطيع. اللي هي اول مرحلة من مراحل فصل الشرش. يتم التقطيع باستخدام السكاكين الامريكية الطولية والعرضية. السكينة الامريكية الطولية تستخدم بطول وعرض الحوت. وتخرج من الحوت في نهاية كل شوت. اما السكينة العرضية تستخدم بطول فقط او العرض فقط ولا تخرج من الحوت الا في نهاية عملية التقطيع. ويراعى. خلي بالك. اثناء التقطيع او بعد التقطيع ترك الخسرة لمدة عشر دقائق. ما هو الهدف او السبب? حتى يتكون غشاء على مكعبات الخسرة. يسمح بفقد الشرش ولا يسمح بفقد الدهن. ويراعى ايضا ان يتم التقليب او الصمت وانت بتحط يديك داخل الحوت ان يتم بايه? بهدوء. انت لازم تقلت. ايه الغرض من التقليب? خلي بالك. انك توزع الحرارة? تمنع التصاق مكعبات الخسرة مرة تانية. يبقى انا بعمل عملية التقليب علشان اوزع الحرارة. امنع التصاق مكعبات الخسرة. خلي بالك انت معي. عشان اخلي ايه? مكعبات الخسرة تفقد الشرش اللي جواها. يبقى للمساعدة في فصل الشرش. يبقى انا عملت عملية تقطيع. عملت عملية تقليب ويصحب او ويلازم عملية التقليب عملية الصمت. وانا عرفت لك الصمت من شوية. وانه هو عبارة عن رفع درجة حرارة الخسرة تدريجيا ويختلف على حسب نوع الجبأ. كل معايا كده خلاص? يبقى انا عملت عملية تقطيع. بدأت عملية التقليب ويتلازم مع التقليب عملية الصمت. ذكرت لحضراتكم ما يراعى. خلي بالك. قبل التقطيع ان تتم عملية تجبن بكفاءة عالية. وتظهر عليها الاربع علامات اللي احنا ذكرناهم قبل كده. بعد كده يجير التقطيع بالسكين الامريكية الطولية والعرضية. زي ما ذكرنا كمان. اثناء عملية التقليب والصمت يراعى ان تتم بهدوء. خلي بالك. واحدة واحدة. انا بعمل عملية تقليب ليه? خلي بالك. ايه سبب? عشان اوزع الحرارة. اتخلص من الشرش. خلي بالك. عشان تصل مكعبات الخسرة بنسبة حجمها. غير كده كمان منع التصاق مكعبات الخسرة. بنعملت لعملية تقطيع. عملية تقليب. عملية صمتة. طب لو جيت ذكرت لحضراتكم وقلت لك ما هي علامات نهاية التقليب او الصمتة. امتى انا انتهي او اوقف عملية التقليب والصمت. علامات نهاية التقليب او الصمت. خلي بالك. اول علامة عندي من علامات نهاية التقليب والصمت. خلي بالك. وصول مكعبات الخسرة الى نصف حجمها. وصول مكعبات الخسرة الى نصف حجمها. اممال النص التاني راح فين? ده عبارة عن مية. اللي هي تحولت ليه? لشرش. طلع عندي. يبقى اول علامة من علامات نهاية التقليب والصمت. زكرت لحضراتكم عبارة عن وصول مكعبات الخسرة الى نصف حجمها. اتنين. تاني علامة. الاحساس بصلابة الخسرة اثناء عملية الصمت. وانت بتعمل عملية الصمت والتقليب داخل الحوض. تحس ان الخسرة بقى ايه? نشفت. بقى صلبة. هل بقى لك? غير كده كمان. لو انا خدت شوية خسرة. واتكيت عليهم بايدي. وفتحت ايدي وهزتها. بتنفرط الخسرة عند الضغط عليها. ما بتلتسخش مع بعضها. بتلت علامة من علامات نهاية الصمت والتقليب. قلت تاني. وصول مكعبات الخسرة الى نصف حجمها. الاحساس بصلابة الخسرة. تنفرط الخسرة عند الضغط عليها. وصول حمودة الشرش للدرجة المطلوبة وتختلف على حسب نوع الجبء. خلي بالك. حتقابلني مشكلة. انا خلصت عملية وحسيت بصلابة الخسرة. خلي بالك. ومكعبات الخسرة وصلت نصف حجمها. وانفرطت الخسرة عند الضغط عليها. بس جيت اعمل عملية تقدير لحمودة الشرش. لقيتها ما وصلتش للدرجة المناسبة لنوع الجبنة. اعمل ايه? طيب لو كان العكس. لقيت ان الحمودة بتاعة الشرش وصلت للدرجة المطلوبة والخسرة ما زالت طرية. تعمل ايه? تحل المشكلة دي ازاي? طيب حسيت بصلابة الخسرة وتحققت جميع العلامات بتاعة نهاية التقليب والصمت. ما عدا ارتفاع الحمودة بتاعة الشرش وصلتش للدرجة المطلوبة. احل المشكلة دي ازاي? تترك الخسرة لترسب في قاع الحوض حتى ترتفع الحمودة. بين حالة المشكلة الاولانية. اللي هي ايه? عدم وصول الحمودة للدرجة المطلوبة وكل العلامات ظهرت. طيب لو كان العكس الخسرة ما زالت طرية. والحمودة وصلت للدرجة المطلوبة. تعالج المشكلة دي ازاي? انا بكلم حضراتكم على اساس انت لو واف تصنع في ما اعمل فعلا. انت بتصنع وانتوا تجنتوا لها وصنعتوها. لو قبلتك المشكلة اللي بتعملها تصرف ازاي? الخسرة طرية? وانا عايز اتنشف. عايز اتوصل نص حجمها. عايز اتنفرط عند الضغط عليها. عايز احس بصلابة الخسرة. وانا بعمل عملية صمت. بس الحمودة وصلت للدرجة العالية بتاعت. للدرجة اللي انا عايزها. احليني المشكلة دي ازاي? اصفي نص الشرش الموجود داخل الحوت. ويوضع بدلا منه ماء له نفس درجة حرارة الشرش. نفترض ان انا بصنع وليكن جبنة اه تشدر او راس او جودة او مزرلة. الحرارة برفحها. انا مجبن على تلاتين برفحها الاربعين. في زمن قدره ساعة. احط مية سخنة جد الشرش اللي انا طلعته. كمان مرة تانية. احل المشكلة دي ازاي? لو الخسرة طرية لسه والحمودة وصلت للدرجة المطلوبة. احل المشكلة ازاي? يصف نصف الشرش الموجود داخل الحوت. ويوضع بدلا منه ماء له نفس درجة الحرارة. نفس كمية الشرش اللي طلعت? احط قدها ايه? مية سخنة. لها نفس درجة حرارة الشرش. ثم التقليب مرة اخرى. ايه اللي انا عملت ده? انا عملت عملية نزع الجزء من الحمودة اللي طلع في الشرش. حطت مية. بدأت الحمودة تنزل. ابدأ اعمل عملية صمت تاني مرة تانية. وانا بعمل عملية تقليب وصمت. خلي بالك. حترتفع معي الحمودة ايه تدريجيا. حد فهم حامل اللي بقولوه? يبقى ان انا بتكلم فيه خطوة طويلة دي. هي عبارة عن فصل ايه? الشرش. يتم فصل الشرش عن طريق كم رحلة? خمسة. التقطيع وتكلمنا عنه بالسكنة الامريكية الطلية والايه? والعرضية. الصمت والتقليب عمليتان متلازمتان يتم التقليب معه الصمت. ما يرى عند التقليب? ذكرناها. علامات نهاية التقليب والصمت. ذكرناها? حلنا المشكلة لو كانت اتنين عكس بعض. لو الحمودة وصلت للدرجة المطلوبة. حمودة الشرش وصلت للدرجة المطلوبة والخسرة ما زالت طريق احل المشكلة ازاي? قلت لحضراتكم اخد نص الشرش وحط مكانه مياه سخنة لها نفس درجة الحرارة. ثم يعاد التقليب والصمت. طيب لو كان العكس الحمودة لم تصل للدرجة المطلوبة والخسرة ظهرت عليها كل علامات نهاية التقليب والصمت. تترك الخسرة لترسب في قاع الحوضة. يبقى ما راحل الفصل الشرش تقطيع تقليب صمت. خلي بالك ترسيب الخسرة او تترك الخسرة لترسب في قاع الحوض. طيب المرحلة اللي بعديها يصفى الشرش نهائيا. خلاص انا انتهيت كده من عملية فصل ايه الشرش. طيب يا ترى في كل انواع الجبن انا بصف الشرش? لا. ده انا عندي مثلا وليكن لو انا بصنع جبنة تشدر بصف الشرش كله. عشان هعمل خطوة التي تليها. طيب لو بصنع جبنة راس. اصف نص الشرش اخده احط فيه الملح على حسب النسبة بتاعته المطلوبة اتنين في المية من وزن اللبن. وابدأ ارجع الشرش المملح تاني للحوض وعمل عملية التمليح. ده اسمه تمليح راطب. ازا خلي بالك التخلص من الشرش مختلف على حسب نوع الجبنة. لو انت بتصنع جبنة شدر. حتتخلص من كل الشرش الموجود. لكن لو انا بصنع جبنة راس هصف نص الشرش واضفيه ايه الملح. كده احنا وقفين عند الخطوة رقم كام? خمسة في شرح الخطوات العامة لصناعة الجبن الجاف. كل اللي شرحناهم خمس خطوات. يارب تكون حضراتكم استفدتم معنا من الحلقة بتاعت النهاردة. ووقتنا دايما بيخلط مع حضراتكم بسرعة على وعد بالقائن اخر ان شاء الله في حلقة قادمة. كان معكم مهندس نشعة الاصاص. موجه مادة الالبان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.